اشتركوا في القناة يعني ظروف غصبا عني بحبكو في الله جدا وحشدوني ورجعتلكو بالبنشو الأمر ده بنشو جميل زي ما انتم شايفين كده اشتغلناه بطريقتين مختلفتين يعني تقدري تعمليه كده بنشو بياقة زي كده بنشو الأميرات كده وتقدري تعمليه بكبشو فتقدري تعمليه كده وكده الطريقة واحدة ولكن اختلاف بسيط جدا بس انا كنت اشتغلت معاكم الغرزة دي قبل كده وعملناها كغرزة يعني فانا حبيت ان انا اوظفها لكم بالطريقة الجميلة دي بعدد معين وشكل معين انا يعني اخترعتو كده مع نفسي فيلا بينا بقى نجد هنبدأ ونقول باسم الله وعلى بركة الله ونشوف هنشتغل ازاي تفاصيل سهلة وبسيطة صدقوني عايز اقول لكم الوحدة الجميلة كده دي اللي احنا الغرزة دي ما هي تكرار سطرين بس يعني سطرين بس هتمشي عليهم كل البنشو مع تزايد معين يلا بينا يلا حبيبي نبدأ مع بعض انا استخدمت اللونين دول ده خيط مهير طبعا هو بيبقى يعني بالمجموعة كده او بالباكت مع بعضو الخيط تفاتلته فيع فانا هستخدم الخيط على فاتلتين اللونين مختلفين ولكن هم تقريبا قريبين من بعض طيب تعالوا نبدأ بقى ونشوف هنشتغل البنشو بتاعنا ده ازاي اول حاجة لازم نعرفها ان احنا هناخد دوران الرقبة ونزود عليه عشرة سنتي من عشرة لخمستاشر سنتي يبقى هاخد دوران رقبة البيبي ونزود عليه خمستاشر سنتي طيب البنشو اللي انت هتعمليه ده هتعمليه مقاس كام انا هعمل البنشو ده مقاس ست شهور لسنة ويقضي اكتر من سنة يبقى ست شهور لسنة وكمان يقضي اكتر من سنة يبقى احنا اتفقنا حبيبي ان احنا هناخد مقاس الرقبة ونزود عليه خمستاشر سنتي طيب البنشو بتاعي ده هيحتاج مضاعفات عدد معين انا هحتاج مضاعفات العدد تمانية زائد خمسة يبقى مضاعفات عدد تمانية يبقى اعمل تمان سلاسل تمان سلاسل تمان سلاسل واخر حاجة هزود خمسة بس تمام بعد كده هطلع واحد اتنين تلاتة تمام وبعدين اللي انا حطى اصباعي عليها مش هدخل فيها لرقم اربعة هدخل في رقم خمسة وبعدين هعمل الراوند ده كله عبارة عن عمود بلف يبقى هكمل السطر ده كله عبارة عن دايما الخط اللي بيبقى فيه بقى فتلتين ده بيبقى صعب شوية يعني انت لو هتستخدمه خصمه متوسط هيبقى جميل جدا بدل ما تحتاجه ان انتو تعمله على فتلتين يبقى انا هعمل ايه هعمل السطر كله عبارة عن عمود بلف فهكمله كله وارجع لكم وخلصت حبيبي سطر العمود بلفة زي ما انتو شايفين اهو وخلي بالكم عايز اقول لكم ان الغرزة دي تكرار سطرين بس يعني موضوع بسيط خالص وسهل جدا واحد اتنين تلاتة وعايز افكركم ان الغرزة دي انا اشتغلتها معاكم قبل كده وكانت جميلة واعجبتكم عشان كده حبيت ان انا اوظفها لكم اول عمود مش هشتغل فوقه خلصا اشتغلت فوق السلاسل هبدأ العمود اللي بعده هعمل عمود بلفة والتالت هعمل عمود بلفة يبقى سلاسل البداية مع اتنين ده يعتبر الاطار الخارجي وده يفضل ثابت معي يبقى ده هيفضل ثابت معي هاخد بعد كده واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وهسيب عمود واحد بس وهدخل في العمود اللي بعده وهعمل حشو تمام ارجع بعد كده ااخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهسيب واحد اتنين تلاتة وهدخل في رقم اربعة وهعمل حشو عشان يبقى بالشكل ده هرجع تاني ااخد واحد اتنين تلاتة وهسيب عمود واحد وهدخل في اللي بعده بس مش هعمل حشو هعمل عمودين في نفس المكان ادي واحد وادي اتنين اهو تمام طيب تعالوا اكررها تاني واحد اتنين تلاتة هسيب عمود واحد وهدخل في اللي بعده اعمل حشو ارجع ااخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واسيب واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هاخد حشو ارجع ااخد تلاتة واحد اتنين تلاتة واسيب عمود واحد وادخل في اللي بعده اعمل عمودين في نفس المكان اهو عمود تاني في نفس المكان شايفين الشكل بقى معايا ازاي اهو ايا كان هتعملي المقاس كبير مقاس صغير بتاخدي العدد وبتعملي زي ما انت عايزة تكرر اللي انت عايزة عمود عفاد العدد تمانية وهفضل اشتغل كده التلاتة دول هيبقى زيهم هنا في الاخر تمام يبقى هنكرر تاني واحد اتنين تلاتة هسيب عمود واحد واخد في اللي بعده حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هاخد حشو واحد اتنين تلاتة هسيب عمود واحد وفي اللي بعده هاخد عمودين خلاص كده اهو الموضوع بسيط خالص هنوصل بقى لاخر الراوند كده وارجعتلكم بقى لاخر جزء هود معايا بعد ما طلعت بالتلات سلاسل بنسيب عمود واحد وهدخل هنا بقى مش هعمل عمودين انا هعمل كنار زي اللي بديت بي اللي هو عبارة عن ايه الكنار اللي هو عبارة عن تلات اعمدة زي ما انتوا شايفين كده اهو هادي العمود الثالث يبقى ده الشكل معايا هو شايفين بدأ يلف يتدور معايا ازاي هطلع بعد كده الراوند الثاني وكله هيبقى نفتكار نفس الراوند ده اللي هو عبارة عن اتنين راوند واحد اتنين وهلف ايدي كده اول عمود مش هشترى لفوقه هدخل في اللي بعده اعمل عمود بلفة وبعدين العمود الثالث يبقى كده كأنهم تلات اعمدة ركزوا معايا بقى هاخد سلسلة واحدة تمام الفراغ ده مش هعمل فيه حاجة انا همسك الفراغ اللي في النص اللي كان فيه خمس سلاسل هلف الخط على الابرة وهدخل في الفراغ وهسحب كده عشان هعمل بف ادي واحد ادي اتنين بف من اتنين بس اخرج كده يتبقى حلقتين على الابرة اخرج منهم الاتنين ارجع اخد واحد اتنين تلاتة عشان اعمل بيكو هدخل في الفراغ ده وهيعمل حشو هيبقى عبارة عن بيكو بالشكل ده ارجع كمان مرة هكررها اهو اسحب واحد اتنين اخرج منهم معادة حلقتين اخرج منهم كلهم اعمل واحد اتنين تلاتة وهدخل في الفراغ اللي كان قابله واعمل كده يبقى انا عملته بف ببيكو بف ببيكو اسحب اعمل كده واحد كمان مرة اتنين اخرج مفيش حلقتين بس اللي فاضلين واحد اتنين تلاتة وبعدين ادخل هنا في الفراغ اللي قابلها واعمل حشو شايفيني الشكل اهو كمان مرة لان انا محتاجة اعمل خمس مرات اخرج بقى حلقتين اخرج اعمل واحد اتنين تلاتة اهو الفراغ اللي قابلها على طول ادخل فيه وهعمل حشو انا عملت كده كامل اربعة بقى واحدة واحد اتنين اخرج اسيب حلقتين اخرج منهم كلهم اعمل تلاتة سلاسل ادخل في الفراغ اللي قابله وبعدين سلسلة اهو شايفين اه دي الشكل بتاعي تمام زي ما بديت هنا سلسلة كمان انتهيت هنا سلسلة طيب هروح اعمل ايه بقى على طول شايفين دول انا كنت عاملة السطر ده تزايد يعني عمودين في نفس الحلقة السطر دايما بعمل سطر تزايد وسطر مفيش فيه تزايد يبقى السطر ده مش هعمل فيه تزايد فوق العمودين عمودين تمام طيب وبعدين هاخد سلسلة وهفوت ده وهاخد اللي في النص اللي هو الخمس سلاسل وارجع اكرر نفس اللي انا عملته قبل كده اللي هو البف وبعدين التلات سلاسل وبعدين ادخل اعمل حشو كمان مرة واحد اتنين بف صغير بس كده بلفتين واحد اتنين تلاتة ادخل في الفراغ اللي قبلها واعمل حشو هكملهم بقى ايه خمسة زي دول كده وهامشي بنفس الطريقة اللي ابتدين بيها بعد ما اكمل الخمسة هاخد سلسلة واروح فوق العمودين اعمل عمودين هكملهم معاكم برضو علشان ايه التكرار بيعلم الشطار واحد اتنين تلاتة وادخل في الفراغ اعمل حشو ايه دي المرة الرابعة هسرع بقى شوية خلاص اللي عايز يمشي ببطء يرجع لأول مجموعة انا عملتها هتبقى سهلة بالنسباله هنعمل المرة الخمسة اهو اخرج اسيب حلقتين بس معايا اخرج منهم وبعدين واحد اتنين ثلاثة وادخل هنا واخرج واخد سلسلة كده انا عملت الخمسة هروح فوق العمودين دول وهعمل عمودين ادي واحد و ادي اتنين هنعمل ايه هنقرر اللي احنا عملنا دا فيهم كلهم وبعدين هرجع لكم دا خلصت حبيبي الراوند بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده بدأت تلف معايا عند اخر حاجة اهو اخدت سلسلة وبعدين هدخل فيه الثلاثة عمودة دول اللي هيفضلوا سبتين معايا يمين وشمال هشتغلهم هيفضلوا سبتين معايا اهو هرجع بيه سلسلتين تمام وفوق اول عمود او فوق تاني عمود اول عمود فوق السلاسل فوق تاني عمود هاخد عمود وفوق تالت عمود هاخد عمود انتفقنا ان الكنار دا هيفضل معايا زي ما هو كده هبدأ اخد واحد نفس الخطوة الاولى اللي هي واحد اتنين تلاتة اللي هي دي نفس الخطوة دي هرجع عملها خدت تلت سلاسل هسيب اول بيكو هدخل في تاني بيكو وهعمل حشو ارجع اخد خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهسيب بيكو وهدخل في اللي بعدها وهاخد حشو هعمل تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة مش هشتغل في البيكو دي انا هشتغل بقى في الاعمدة دي لو شفنا العمودين هنا اتنين وهنا اتنين مفيش تزايد يبقى انا بقرر اتنين ده كان فيه تزايد ده مفيهوش يبقى هنا هعمل تزايد التزايد هيكون ازاي دايما في العمودين اللي على الاطراف يعني العمود اللي عطار في ده هو زودته عملته العمودين والعمود اللي عطار في التاني برضو هعمله تزايد هيبقى عمودين اهو هاخد بقى بعد كده واحد اتنين تلاتة هسيب اول بيكو واروح في تاني بيكو واخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب البيكو اللي في النص وهاخد في اللي بعدها حشو واحد اتنين تلاتة اروح مباشرة هسيب البيكو دي واروح للعمودين دول اعمل فيهم تزايد يبقى العمود الاول عمودين والعمود الاخير هيبقى كمان عمودين اهو سهل وبسيط جدا الراوند خالص اهو تمام نكمله بقى كله مع بعضه ونيجي عند اخر تلات اعمده دول مفيش فيهم تزايد علشان دول الكنار بتاعي وهارجعلكو في بداية الراوند اللي بعد وخلصت الراوند بتاع اهو يا حبيبي تمام عند اخر حاجة اهو راوند بسيط وسهل وفي تزايد يبقى الراوند ده كان في تزايد الراوند الجديد مش هيبقى في تزايد يعني هنا اربعة هنشتغل نفس الجديد اربعة تمام انا اشتغلت عشان اسهل الموضوع اشتغلت التلات اعمده دول عشان ابسط بسرعة هنرجع نشتغل نفس اللي احنا اشتغلناه في الراوند رقم اتنين اللي هو عبارة عن ايه سلسلة وارجع هنا الخمس سلاسل اللي في النص ادخل فيهم واعمل البفات بتاعتي اهو واحد اتنين تلاتة وادخل في اللي قابله واعمل حشو كمان البف التاني واحد اتنين اخرج معده من حلقتين واحد اتنين تلاتة ادخل في الفراغ اللي قابله على طول عشان البيكو واعمل حشو واحد اتنين اهو واحد اتنين تلاتة وادخل في الفراغ حشو اعمل المرة الرابعة اهو واحد اتنين تلاتة حشو كمان مرة المرة الخمسة والاخيرة اهو واحد اتنين تلاتة وادخل هنا اعمل حشو وهاخد سلسلة شايفين شكله بقى ازاي اهو المرة اللي فاتت كان فيه تزايد المرة دي مش هنشتغل تزايد لازم تمشي على كده طول البنشو يعني البنشو كله هتمشي دور فيه تعملي تزايد والدور اللي بعده مش هتعمليه تزايد هناخد سلسلة ونرجع تاني في الفراغ ونكرر نفس اللي احنا عملناه اظن الموضوع سهل جدا اهو تمام هنكرر بقى لحده طول البنشو اللي احنا عايزينه المرة دي مفيش تزايد عملنا الاربعة طب المرة الجديدة هنعمل ايه العمود الاول هيبقى فيه تزايد والعمود الاخير هيبقى فيه تزايد برضو هكمل الراوند ده وهرجع لكم خلصت الراوند اهو حبيبي زي ما اتفقت معاكم شايفين شكله جميل او ازاي وبعدين هبدأ الراوند ده انا رجعت لكم الراوند ده بالزات عشان تفهموا برضو التزايد هيكون ازاي هبدأ هنا اعمل واحد اتنين تلاتة احنا قلناه تكرار سطرين بس اول بيكم مش هدخل فيها وهدخل في التانية خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب بيكم هدخل في اللي بعدها وبعدين واحد اتنين تلاتة المرة اللي فاتت كان فيه تزايد والمرة دي ما كانش فيه تزايد يبقى المرة اللي احنا فيها هيبقى فيه تزايد هيبقى ازاي التزايد اول عمود هعمل فيه عمودين تمام اي عدد بقى من الاعمدة في النص هشتغلها زي ما هي عمود عادي ادي عمود عادي وادي عمود عادي اما العمود اللي في الطرف التاني هيكون برضو فيه تزايد اهو يبقى انا مشيا بنفس الوتيرة دي مرة المرة دي انا زودت المرة الجاية مفيش تزايد وهكذا وهكذا هنفضل نشتغل البنشو كله لحد الطول اللي انت عاوزه تعالوا نشوف العينة اللي معانا بقى شكلها ايه وبعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين الطول اللي احنا عايزينه خليكم الجزء ده لسه مشتغلناهوش تعالوا نشوفه قد ايه اهو من اول هنا زي ما بدينا مع بعض لحد الجزء ده كده اهو تعالوا نقيسه من هنا لحد هنا 37 سنتي تمام يبقى انا اشتغلت لحد ما كملت 37 سنتي خلاص ده الجزء اللي اشتغلناه مع بعض شايفين تشاكله حلو قوي وشيج جدا زي ما انتوا شايفين طيب باقي بقى في الاخر احنا هنعمل اطار كده اهو بصوا عملت اطار حشو بس علشان يرسملي الديل من تحت علشان يديني شكل حلو بالمنظر ده اشتغلت اطار حشو عادي ما فيش فيه اي حاجة اهو اطار حشو يعني كل عمود بدخل واعمل فيه حشو كل عمود يقابلني هدخل واعمل فيه حشو موضوع بسيط جدا معظمكو اللي بيشتغل كرشي عارف موضوع الحشو ده اهو عشان بس يرسم الاطار بتاعي طيب هيجيلي بقى الجزء اللي زي ده هعمل فيه ايه هنا كانوا تلات سلاسل هدخل واعمل تلاتة حشو تمام فوق العمود ده اللي هو كان حشو هنا هعمل حشو ده كان كان خمس سلاسل هدخل واعمل خمسة حشو قد اتنين ثلاثة اهو اربعة خمسة ارجع فوق الحشو دي ااخد واحد حشو هنا كان فيه تلات سلاسل هاخد فوقهم ثلاثة حشو فوق الثلاثة عمودة دول هعمل ثلاثة حشو هادي اتنين وهادي ثلاثة تمام خلاص فصلت الخط بتاعي ورسمت الديل بتاعي بالمنظر ده طيب احنا عايزين بقى دلوقتي نعمل الكابشو اللي هو فوق ده هنعمله ازاي علشان يبقى بالطريقة الحلوة الجميلة دي تعالوا نرجع العينة بتاعتنا كده ونشوف هنبدأ نشتغل ازاي علشان يديني المنظر ده وهادي شكل البونشو والحرف بتاعه بعد ما خلصناه شايفين شكله متناسق وجميل ازاي والجبير اللي هنا كده طالع شكله طحف قوي بصوا التفرغات بتاعته في منتهى الشياكة ومنتهى الجمال طيب احنا عايزين نعمل بقى الجزء اللي فوق ده اللي هو الكابشو زي ما انتوا شايفين طبعا زي ما انا ورتلكو كده في بداية الفيديو اقدر ان انا اعمله كابشو واقدر اعمله كده اللي هو بنشو الاميرات كده شكله في منتاج شايفين تانيناها ازاي يعني اقدر اعملها كده خلاص واعملها بربطة من هنا وتبقى بنشو زي ما انتوا شايفينه كده واقدر اكملها للاخر واقلبها لبنشو يتغطى بيه لو قفلتها طيب تعالوا بس الاول كده نبدأ نشتغلها مع بعض عشان نشوف هنعملها ازاي طبعا على اساس ان احنا كملنا ده للاخر زي ما انتوا شايفين ودي منطقة الرقبة بتاعتي تي بقى هو تمام انا كده على وش الشغلة هو انا عايزة مش ده يبقى يعني اللي انا هبدأ به مش عايزة ابدأ به على وش الشغل بتاعي انا عايزة ابدأ من ضهر الشغل يبقى ده ضهر الشغل هبدأ به اهو هبدأ اروح كده عند العمود ده اللي انا اشتغلته كده في الاول اهو اول عمود اشتغلته هاعمل عقدة للخيط اللي معايا اهو وهبدأ اسحب العقدة دي كده تمام وهبدأ اعمل واحد اتنين هبدأ ااخد سلسلتين اخد الخيط معايا كده علشان انضفه انا بشتغل ده اول عمود هروح عند تاني عمود اهو وهاخد فوقه عمود برضو عادي هاجي للعمود التالت وهاخد فوقه عمود تالت برضو عادي نفس اللي كنا ماشيينه تحت هنا بالزبط هو اللي انا هكرره طيب بعد كده هاخد واحد اتنين تلاتة تمام وهروح اسيب هنا كنا بنسيب عمود وندخل في اللي بعده وناخد حشو تمام اهو كنا بناخد خمس سلاسل انا بقى هنا مش هاخد خمس سلاسل هاخد اربعة بس ان انا مش عايزا يوسع يبقى هاخد اتنين تلاتة اربعة وهعد واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هدخل اعمل حشو اهو انا مش عايزا يوسع فعايزا اربعة بس تمام واحد اتنين تلاتة هسيب عمود واحد وهدخل في العمود اللي بعده وهعمل عمود مش هعمل عمودين بقى زي ما كنت بعمل هنا عمودين لا هيبقى عمود واحد بس لان انا عايزة اسبت الجزء ده هنا طب وبعدين فوق بقى خلاص انا كده هعمل وحدة بس او مجموعة واحدة بس دي هي اللي هاشتغل هايمين وشمال يعني هفضل اشتغل اعمدة اهو عادي خالص هكمل الجزء كله عبارة عن اعمدة يا دوب بس تعالوا شوفوا هنا كده عشان تفهموا انا بقول ايه بصوا بصوا انا عاملة هنا ايه اهو اشتغلت مجموعة واحدة بس اهو شايفين وبعدين كملت كله اعمدة عادية خالص وبعدين مجموعة تانية على الطرف التاني شايفين الشكل واضح اهو يبقى مجموعة واحدة هنا اكمل اعمدة مجموعة تاني رايح جاي رايح جاي رايح جاي عادي خالص ما فيش اي مشكلة تمام هكمل بس الاعمدة لحد ما اوصل للجزء ده واجي نشوف هنعمل الوحدة هنا زيه جاتلكو تاني حبيبي في الطرف التاني اهو علشان نشوف الجزء اللي هنسيبه هنا قد ايه هاجي بقى هنا هسيب كم عمود ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة يبقى انا سبت عشر اعمدة كده في النهاية علشان ابدأ اعمل الوحدة بتاعتي دي هبدأ ااخد واحد اتنين تلاتة هسيب عمود وهدخل في اللي بعده ااخد حشو هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة واسيب واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هعمل حشو هرجع اعمل واحد اتنين تلاتة هسيب عمود وهدخل في الثلاث اعمدة اللي بقيين وهعمل فيهم اعمدة اللي هي حواف الشكل بتاعي اللي هو اوحار في الشكل بتاعي. اهو. تمام? اهو. يبقى انا عملت طبعا كل الفتل دي والحاجات دي تتنظف بعد كده. واحد اتنين. هطلع بقى اهو بسلسلتين. هدخل في اول عمود. هدخل اعمل عمود. خلاص الشغل في امناه كويس. اهو. الفرق بين هنا وبين هنا. ان هنا كنت هاخد سلسلة. وبعدين ابدأ اعمل البف. هنا مش هاخد سلسلة. عشان انا مش عايزا يوسع. فانا من غير سلسلة هروح مباشرة على الخمس سلاسل اللي هنا. وهروح اعمل الغرز بتاعتي البفات اهو. نفس اللي كنا شغلينه. بس طبعا هنا مش هيبقى فيه تزايد. يبقى هاشتغل نفس الشغل اللي اشتغلته تحت تكرار سطرين. برضو مش هعمل فيها اي حاجة. نفس اللي كنت بعمله هنا. هعمله هنا. تعالوا نشوف شكله هنا برضو علشان تبقوا فاهمين. اهو. اتجاه الفل ده لتحت. والتجاه ده هيكون لفوق. تمام? يبقى نفس اللي كنت بعمله هنا هعمله هنا. ولكن هنا كان فيه تزايد. لكن هنا اعمدة عادية مفيش فيها تزايد نهائي. تمام كده حبيبي? اهو. طيب. فرضا انا بقى ايه? انا عايزة. يعني انا خلصت خلاصة هور. طيب تعالوا نشوف برضو هي دي كم سانتي? اللي انا اشتغلتها دي كم سانتي? اهو. اشتغلتها تلاتة وعشرين سانتي. تلاتة وعشرين سانتي. اللي هو منطقة الكابشو. او تقدري تعمليها ياق عشان يبقى البنشو بياق. بعد كده هقفلها زي ما قفلت الطرف ده بالحشو. انا كمان هقفلها بالحشو. اهو. عادي خالص. هنا تلات سلاسل يبقى تلاتة حشو. وهنا تلات سلاسل تلاتة حشو فوق الحشو حشو. هنا اربعة هعملهم اربعة حشو فوق الحشو حشو. هنا تلاتة حشو. وبعدين كل عمود هعمل فوقه حشو. طب ليه انا عملت كده اولا عشان الشكل العام يبقى شكله كويس? دي حاجة. الحاجة التانية لو انا هعمله كابشو ومش هعمله ياقه. فهضطر ان انا هقفله كده. من هنا. هاقفله واقلبه من جوه كده يعني انا الظهر الشغل بتاعي ده ضهر الشغل بتاعي اقده الوشة هو ده الظهر همسكه كده بعد ما اعمله غرز الحشو حشو حشو زي ما انتم شايفين ابدأ من هنا اقفله بغرز منزلقة يعني اكمل ده غرز منزلقة علشان لما أقلبه هوريكه برضو شكله بالشكل النهائي لما اقفلهم كده مع بعض يديني شكل البنشو بالشكل ده تمام اهو ده لو انا حبه انه هو يكون له كبشو تاني اهو انا هحطتلكه على الشاشة برضو علشان تشوفوا شكله النهائي اهو لو انا حبه انه هو يبقى كبشوه هيبقى بالمنظر ده كده شايفين هيبقى كبشوه بالمنظر ده ولو انا حبه انه هو يبقى ياقه هيبقى بالمنظر ده كده كأنه بنشوه اميرا بنشوه الاميرات بصو شايفين الشكل بقى كده اهو الشكلين حلوين قوي وجمال جدا الموضوع سهل وبسيط وما فيش في اي حاجة زي ما انتم شايفين كده رجعتلكو بحاجة كده اتمنى يا رب انها تكون عجبتكو اه ما تنسوش زي ما قلتلكو عايزين تسيبوه مجرد بس تعملوه حشو هنا عايزين تسيبوه وتعملوه كده عايزين تقفلوه وتعملوه كبشوه زي ما انتم شايفينه كده في الصور ده على حسب راحبكو على حسب من انتم عايزين وبكده نكون خلصنا البنشو الجميل اوي ده طبعا انا عملته من سن 6 شهور لسنة ويقضي كمان لسنة ونص وعايز اقولكم ان انتم تقدروا تنفذوه حتى مقاس كبير يعني اتقرروا التقار اللي انا عملته زي ما انتم عايزين حتى لو 10 مرات حتى لو شخص بالر كبير تقدروا تعمليه ده الشكل الثاني بقى امر 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 عجبني اوي زي ما انتم شايفين كده بالكبشو حلوة اوي والفكرة واحدة مجرد ان انت بتخيطي بالابرة والخيط عادي او برزة المنزلقة او الحشو بيطلع في منتهى الشياكة والجمال زي ما انتي شايفة يا رب يا رب اكون افدتوكو كنت خفيفة على قلوبكو وما تنسيوش تدعو لاخواتنا في غزة اللهم منصورهم وسدد خطاهم وسدد رميهم اللهم امين اللهم امين دعواتكو ليهم حبيبي في كل الدول العربية ادعو لهم من قلوبكو ربنا ينصرهم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته